يلا يا نوها دي احنا قولنا شعره يلا سمعتنا الاول في اسمك طبعا يا دفع شالله تكوني كده يا رب يا رب يبارك فحب فضال يا فندي ازاي حدرتك عاملين بنا ستوريك يا رب انا مش هطول على حدرتك او اموري انا اتجوزت من شعر سمع اللي فات والمفروض جزين هو كان بيشتغل وفي الامارات وستفرت معه شهرين وستبش شغل وجيت انا بقول لها رايك بالمختصر عشان ما طول شعر بحترمك بحترمك وكنت حامل وهو طلب ان انا نزل الجنين ويبحث عن الخلاف وكده ولما جيت هنا في مصر من حالة نفسية الجنين ما استمرش وعملت عملية والحمد لله على كل حال هو دلوقتي ما بيشتغلش بقاله فترة طويلة من شهر عشرة صحيح ما ننزلت انا طبعا بشتغل وشغلي الحمد لله في مركز مرموك يعني علو؟ طيق معاك يا فن والحمد لله شغلي في مكان كويس ورجعت شغلي طبعا بعد ما كنت خدت الاجهزة هو دلوقتي يا دكتور مش عايز يجيب اولاد خالص يعني انا قلت له بس اجيب اولاد وانا عندي شغلي ومالكش نجوز قبل كده مع اولاد من غيرك؟ لا طيق اول مرة بيقولك ايه لما يقولك مش عايز اجيب اولاد خالص بيقولك ايه بيقول لزروف مش سامحة وانا لسه مستغلش وكده قلت له انا بشتغل وشغلي فايز مش عايزة منك اي حاجة لغاية ما تشتغل ما فيش مشكلة غير دي يا نوها نعم ما فيش مشكلة غير دي؟ ايه دي المشكلة اللي بيني وبينه قبل ما يتجوز ما كانش بولح قبل ما يتجوز ما كانش بولح نخلي في سبعة هو بيحب الاولاد حتى ما لإيه اللي جراله؟ هو اللي يشوفه يقولي بيحب الاولاد وبيحبه لضغته هو مش عايز يعني هو تقريبا كده المسئولية عنده عالية كبيرة والسؤال ايه يا نوها والسؤال 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 دلوقتي هو دلوقتي مش عايز جيب اولاد ولا لما يشتغل فانا عم تخص منه ولا استنقذ حاضر يا نوها انتب طبعلي ونخده في حضننا ونقوله بلى اولاد بلى نيلة انت عندنا بالدنيا بحالها لغاية لما يهدى وحييجو سرعة دي أنا بشكورك يا نوع عشان تعرفت سماعيني بشكورك انك اختصارتي سماعيني دلوقتي طب بس عايز اقول لحركة اللي أنا قطة تاني الامر اللي ليه انا دلوقتي هو نزل عندني انا دلوقتي يومين اللي طبعا هو في الامارات فنزل عندنا اذبعين في البيت فيا دوبك بس عشان برضو موضوع الاولاد ساب البيت ومشي ساب البيت وراح عن دمر اه خان دخلته حاضر برضو النوطة دي كنت عايز اقوله على الحضر اللي استوريك كالتخير انا خش الموبايل بتاع حضرتك مشرفني شرفني كلميني شرفني انا بقول لنوها واللي زيها الفتوى اللي هي يالا طبعي منو الطلاق ابدأ كلام ده عكا عكا مش مدرسيتنا ولكن في عوارض في نفسية في نفسية وبظروف مر بظروف صعبة شاف كده اجيب عيالي ببادل وانا بشتغلش معرفش ان الشيطان غلب عليه انا سندي في كلمة نطبطة بعليه ونقوله ولا عيال ولا نيلة وهو هاخد حبوب منع حمل هعمل اي وسيلة سندي في ده قوله النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا فيما رواه البخاري في صحيحه وغيره ما كان لنسمة ان توجد الا باذن الله فلو ربنا رأيت انك تخلي في مع منع الحمل حتخلي في كنا نعزله والوحل ينزله ولم ينهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وللعايز يعزل يعزل لكن ممكن جدا يحصل الحمل مع وجود المانع واكم اكم اكم بلغة الفلاحين يعني يا ما ناس خدت منع حمل وجابت توائم بعد كده فموضوع الخلفة ده بتاع ربنا سبحانه وتعالى خديه على كدفك وتبطبع عليه وقول له انا متجوزاك انت لانك شخص محترم جدا ويوم تاني كده يكون فيه لقمة بصارة مع بصلة خضرية حلوة كده كوباية شايفة الخمسينة محترمة انو الله العظيم تلاتة انا تصور انا ما بخلفش عشان عايز يبقى ماما عايز واحد يبقى صورة منك او بنت اسمعها بوداني وهي بتقولك يا بابي مع اين بقولك يا بابي بس كلمة بنتك ارأي من كلمتي ليك معرفش ليه اخي بيجيني الخاطر ولا بلاش خلاص شوية شوية هنعالج بعض لغاية لما نبقى من المتقين انما الكسر ده والحد ده زي عياننا في الكلية احلب بالله المراوح كانت جاية جاية لبنات صوهاج اللي انا بشرف بالانتماء اليه عارفين العيال عملوا ايه قالوا كلمة دي اللي جابوها للموظفين الحياة ما سمعتاش من بنت ولكن وانا قاعد مع سيادة العميد كده الدكتور عادل عبدالرب وقال لي شوفت العيال مشرفات بقولوا لو ما ورنهمش العين الحمرة ما كايدش هتيجي المراوح انا احلف بالله انها كانت جاية بس صادفت واحنا ياما بنربط صدف يعني ممكن جدا واحد يكون بيعمل حاجة غلط فنيجي نعمل نقول له ايه بقى ايه شوف عشان انت ظالم لو كباية وعت او لو ايه فاندم الوحد الله صلى على المختار فاصل مقدس نشنف فيه الادان وعسى الله ان يشرح لنا القلوب ونلتقي قريبا